موسيقى أهلا بكم مشاهدين في اللقاء أسبوعي متجدد مع برنامج من أربيل يتعجل الناس منذ مطلع كل عام جديد إلى توقعات على جميع المستويات فما هي تلك التوقعات بالنسبة لإقليم كردستان في عام 2018؟ هل التفاؤل يكون غالبا عليها سيما في المجالين السياسي والاقتصادي؟ أم العكس هو الصحيح؟ منذ عام 2014 تتوالى الأزمات على إقليم كردستان وفي جميع المستويات بدايتها كانت في يونيو حزيران من نفس العام عندما نزح آلاف المواطنين من محافظة نينوى بعد غزو داعش لها إلى أربيل وادهوك شكل ذلك عبا على حكومة الإقليم وقبل ذلك ساءت علاقات أربيل الاقتصادية مع بغداد التي قطعت عنها حصتها من الموازنة الاتحادية وأقرت بذلك الاستقلال الاقتصادي وفي هذه الأثناء هبطت أسعار النفط عالميا واستمر النزوح من جميع المناطق ذات الغالبية السنية إلى مراكز المدن في الإقليم وتوقفت المشاريع الخدمية وعجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم وفي عام 2015 وبسبب خلاف على منصب رئيس إقليم كردستان توتر الوضع السياسي في الإقليم واستمر هكذا ثم توتر مع بغداد في عام 2017 بسبب الاستفتاء على الانفصال عن العراق فهل يحمل عام 2018 انفراج لتلك الأزمات أم ستعمق أكثر؟ إذن مع نهاية كل عام وبداية الآخر تأتي التوقعات كل حسب رؤيته للواقع وأحيانا كما يرغب له أو متأثرا بالإعلام والسوشيال ميديا لنرى أولا المواطنين في إقليم كردستان ما يتوقعتهم لعام 2018 أتوقع لصالع الكردستان إن شاء الله العام اللي فات مو خوش عام بالنسبة لنا خيانة والنكسة أتمنى ينتصر الشعب الكردستاني ناحية الاقتصادية ناحية سياسية والله إن شاء الله نتوقع هنا يكون هناك تقارب لأنه هناك بوادر هناك بوادر نحلال ومفراج الأزمة لما بين الإقليم وما بين المركز يعني نشوفك وفوده أكو حركة وما دام أكو حركة إن شاء الله كنفراج إن شاء الله سنة 2018 سنة 2018 سنة خير ومحبة على كل العراقيين إن شاء الله بوادر الانفراج موجودة بنهاية 2017 وتخلصنا من داعش تخلصنا من الطائفية والحمد لله إن شاء الله أكو بوادر محبة نقول 85% إن شاء الله يعني لو ما كان حكومة الإقليم أكيد يعني شوية أنفتح على العراق خاصة يعني أنفتح مع البلد نفسه يعني انفتاح كردستان على العراق أكثر يكون انفتاحه مع الدول المجاورة للأخرى فتنحل الأزمة أكثر وتقارب شوية شوية تنازلات بعض السياسيين لازم سيبينات متنازلات يعني مصلحة البلد لا أكثر ولا أقل تمنى إن شاء الله ترجع الأمن والأمان لسوريا ونرجع بلدنا مثل ما يقولون إنه نهاية يعني كل ضيقة لازم إنه أكو بيها فرج إن شاء الله فأني متوقع إن شاء الله راح يعني مقبلين إحنا على تحسن يعني من كل النواحي يعني الوضع بصورة عامة وإن شاء الله إحنا نقول هاي السنة خير وسعادة الشعب العراق كله أجمعين وكفي السياسيين خلي شوية يدحقون علينا ما كل من ولادوا بالخارج ويدقوا فلوس وبالديسكوات دحجية وبالمدروين وإحنا هنا تحبانين اللقمة حصل علينا كفي خلي حسونه وشوي خلولهم غيره والله العظيم والله العظيم يعني مع الأسف ذول السياسيين ما عدوا حش عرضهم ما عدوا نقطة غيرة ومن الإحساس حسبي الله ونعمل وكيل على كل واحد سياسي قاعد ورى الكرسي عاي سوي بالشعب العراقي يجي هاي حال كردي والعربي كلها بسطات على باب الله صراحة كل سنة نقول نجينا سنة للأخ إن شاء الله بالخير بس ما نقدر يعني نقول ما نقدر نقول ونستمر بهذا المعنوية كشعب يعني حيرانة بهذه السوال في السياسة كان ذلك هنا في مدينة أربيل لنرى كيف يقرأ المواطنون في مدينة السليمانية الأحداث المقبلة كونها شهدت بعض الاضطرابات نهاية عام 2017 وخرجت فيها مظاهرات مناهضة لسياسة حكومة الإقليم نتوقع يعني هناك مفرج عني دع شوفها من خلال الأحداث اللي دي صير خلال سنة 2018 من خلال انتخابات يعني العراقية والكرد السانية ومن خلال الأحداث اللي توقع عن تحدث يعني فلقاء أوسط أتمنى أن يكون سنة 2018 سنة الخير والبركة همهو قلية كردو ملت كردو ساسي وروشنبيري خلاندوار وممسط casق تعني سال بعد سال حكومة الإقليم سال 2018 سال سال وبداك ازياءت ونجل موظف لبداك موظف عمليا إن شاء الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوا يعني إحنا عراقين كنا أدعو رئيس الوزراء العراقي السيد عبادي يعني قليلا في قلبه يكون ذرة رحم أمام شعبه قال رفراندوم صار هذا كان الحق الشعب ليس فيه شيء إنما بالحرب والأسلحة ما نوصل لأي حل السلام والمحاورات الحلوة بين الشعب والأكراد والعرب ما بأي شيء والله يتوقع أولاً بدس إيماني أخوائز بس بودا وكاري ودرم همولا أنا كان همو كرد كان وهمو عرب كان يعني همو شكي كردوسان وقرد أبشي انا هموهي song لسطورة عرق بروابشي كردوسان باتونه يعني كردوسان باتونه حسن فموظف بزيسي بابشتر جدتا ولا نغير إذا لم أعرض حكمته الأولاً انشاء الله لدوهزار وهجده في بار والمغرار بك ونحتى كبارو فقير وهجارنا بالتبعاء pedirني أن يكونوا بس بارة كردس وظر مجلوب هذا الزرظي الأمر يستطلب موكو خوش معتصوركم كار بدا صانو دا صالات لواتي بخوانا بكناو ازمونيك درزي كان لرابر دوما نور بيت باتي باتي صاليد وزارو حفاكا صالاتي زور قيران وناخوش وبركارسات ونعمتي بوبو خلقا يعني بهيوام عوات اخوازم برو باشيبت امصال لا والله ما يصير يعني احنا اللي يخدم بالشعب مو هل قد عنده مستوى ما اعتقد هاي شغلا دي صير يبقى انقز من الفئر ازاسي مثل هاي الحالة اعتقد من الفئر وسبع ترجيم شونو هاي هي كله لمد الانتخابات والامدعاد هاي يعني يحشون بس كله سبب الانتخابات حتى كل واحد يجيب القوة ويجيب هاي هاي كل انتخابات ماكو شي امل يعني واحد يشوف بالعين يعني قدام ماكو شي يعني شوي مشرق ماكو ما اعتقد لماذا يختلف عام الفين وثمانية عشر في اقليم كردوسان عن الاعوام الثلاثة الماضية حيث وصفت باعوام تصاعد الازمات لنرى كان يفترض اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقليم كردستان في نوفمبر عام الفين وسبعة عشر الا انها تأجلت الى منتصف عام الفين وثمانية عشر بسبب انشغال الاقليم بالاستفتاء وما ترتب عنه وبعد الحديث عن تشكيل حكومة انقاذ وطني من قبل بعض احزاب المعارضة اقترح مجلس وزراء اقليم كردستان على مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم تقديم موعدها لبضعة اشهر المفوضية من جانبها حددت الرابع عشر من ابريل نيسان المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في انتظار رد الحكومة والبرلمان وتخصيص ميزانية لازمة لتغطية نفقاتها وتؤكد على ضرورة اجرائها قبل الانتخابات النيابية العراقية في الخامس عشر من مايو آيرا المقبل وايضا قبل انتهاء المدة القانونية لمجالس المحافظات في الثلاثين من ابريل ولكن احزاب المعارضة المتمثلة بحركة التغيير والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة والجماعة الاسلامية تشترط تنظيف سجن الناخبين قبل دخولها سباق الانتخابات بهذا سيكون العام الحالي 2018 مفصلي بالنسبة لاقليم كردستان كونه عام الانتخابات بامتياز اذا كما لاحظنا في التقرير ان من ابرز احداث عام 2018 الانتخابات التي يمكن ان تغير وجه الواقع في اقليم كردستان الان احنا لدينا نموذج شبه معطل او نموذج لم يبقى لها كثير من نماذج في العالم هناك حزبين رئيسيين من 1992 هم في حكم ومستمرين وهناك تقاسم في الثروات وفي القوة والنفوذ العسكري وادارات مسيطرين مهيمنين عليه حتى وان اجرينا انتخابات لم نتمكن من تداول السلمي على سبيل المثال لدينا نموذجين كان هناك في محافظة سليمانية اغلبية التصويت والنواب راحت لقائمة التغيير ولم يتمكنوا من حصول او حصاد مقعد المحافظ الا وان راحوا بالتوافق مع اتحاد الوطني ولماذا؟ لأن اتحاد الوطني هو يتحكم بالقوة العسكرية ليس قوة عسكرية وهو يتحكم بالاموال وهو يتحكم بالسلطة وهناك تقاسم لذا الاشكالية في فهم وذهنية ادارة ونفس الشيء طبعا عندما نحول الى اقليم ككل لا زال حزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني هم مسيطرين على الخارطة وما ممكن انا تقديري الشخصي بدون مأسستها وتحويلها الى مؤسسات وطنية مثلا البشمرقة وقوة قوات شرطة الى اخرى يكون بدل قوات الحزبية لأحزاب الدولة والوطن ان تكون الموارد هذا البلد منها النفط والثروات اخرى ان تكون للبلد والوزارة المالية حقيقة وليس بيد الاحزاب يعني مقسم بين الاحزاب هنا الاشكالية لا يمكن ان يكون تحل الخلافات في اطار عملية ديمقراطية انما عملية ديمقراطية نتائجها ممكن نتعمق خلاف اذا لم يكن هناك حلول مسبقة لهذا الامر المثقفون في اقليم كردستان يرون من جانبهم ان المرحلة تحتاج لتحمل مسئولية عالية عند القادة السياسيين التقينا بعضهم في اربيل وسليمانية لنستمع الى اصواتهم ونرى اكثرها لفتا للانتباه السياسيين لن يجب ان يكون مئر من المساعدات و نجتم المهارة بالفعل يجب أن يكون هناك تنظر حكومات الحكومة في المترجم ، فهذا هو دعوة من العراق ، من يجب ان يقيه دور وإذا كانت تحق برامان المستقبل فإن فاكس من الوصف من الوصف سوف يكون في الفراق الوصف من العراق ، وما تحق برامان المستقبل وعلى أسفل المعطاة الثانية يتبقى أن هناك حسب الإخلياف من الأجرب ومن المعطاة الثانية وبالتالي سيئلة أنا ، شكراً لك أن القادر الكرد لديهم قرارية سابقاً والمشكلة المعقدة وخاصة بعد 16 أكتوبر من عام الماضي يعني 17 مع هذا أتمنى أن قيادة الكرد أو قيادة الكردية بشكل نعام بجميع جناحتها يعطرفون بإختارهم السياسية والاستراتيجية لماذا وصلوا إلى هذا المأزق المشؤوم المزدود وكذلك القادة العراق وحكام العراق سابقا وحاليا ومستقبلا وانتخابات أمامنا يفكرون أن إذا يريدون عراق ديمقراطي حر مستقر يجب أن يفتحونها يعني يبتعدونها عن حل العقلية الاستعلائية والعقلية الشوفينية والعقلية الاحتلالية لكردستان العراق فيما هي الكي روشنبير نية بروجيها بي الكي سياسي بروجيها بي الكي روشنبير هو هي نقد أقري وفيما هم يتحدثون أقريبا من المقلية وفيما كانت بروجيها بي كي يشترق من العراق في عراق يظهر الوصول إلى مستقبل ومجد أن يكون مستقبل ومجد أن يتحدثون الأنظر أو أنواتي ومجد أن يتحدثون الان في عام 926 اكتوبر وحكومت محرمته في قردستان وكذلك سألت حكومت محرمته في قردستان وحكومت محرمته في عام 9 أولاً لم تقبل حكومته في قردستان هذه السياسية في قردستان هو البروجة فإن هذا المشارك في مدعونا من المشاركة فمن المشاركة والدكتور برهم ومن المشاركية والمقراطة إسلامية ولكن هذا المشاركة سنمتع خلال كل سلك ومن المشاركة والحكومات يقوم بعمل وما يجب أن نتعلم على ترميزة فإننا نتعرض على هذا المشارك ونقوم بأمدنا بالنسبة لك فرص كبيرة للجانبين لحل المشاكل التي اتفاقمت كما قلنا خلال العوام السابقة ولمساعدة المواطنين في الاقليم الذين كانت توضعهم الاقتصادية خلال العوام الثلاثة الأخيرة سيئة جدا بسبب الاختناق المالي والاقتصادي الذي شهده الاقليم. أعتقد أن كردوسان حاليا تبادر للحل أو تبادر للتفاوض مع بغداد لكن على بغداد من جانبها أن أن توافق على التفاوض مع كردستان وتقلص من مدى طلباتها التعجيزية ضد الاقليم لكي يكون النتيجة في صالح المواطن العراقي والكردي بشكلها نتوقف الآن مشاهدين مع هذا الفاصل ثم نعود فابقوا معنا المحللون في الشأن السياسي غالبا ما يختلفون في توقعاتهم منهم من يتوقع النجاحات والآخر يتوقع الصعوبات لنرى معا كيف ينظرون إلى عام 2018 توقعاتنا في سنة 2018 نأمل أن يتحسن وضع أقليب كردستان وخاصة أن يرجع المياه إلى مجاريها وأن الكتل السياسية تبدأ بجولة ثانية لمحاور واجتماعات مع الحكومة الاتحادية وأن ينتهي الأزمة المالية والسياسية ما بين جميع الكتل السياسية وأتمنى أن يكون القائمة التغيير والحزب الإسلامي أن يرجعوا إلى الحكومة لأن ما بقت شيء لنهيئة الحكومة والبدء بمرحلة جديدة لأن يتضمنوا وأن يصفوا تصفي الحسابات ما بينهم ويحاولوا أن ينتهوا بأسلع وقت الأزمات السياسية والمالية أن الشعب الأقليين في كردستان تعب من جميع المشاكل وأن يكون سنة 2018 سنة خير مليئة بالمفاجآت وأن يكون هناك على الأقل تصفية لجميع المشاكل من المضال عام 2017 لست متفائلاً بأوضاع كردستان في هذا العام الجديد عام 2018 بسبب بقاء الخلافات بين الأطراف الكردية الرئيسية دون حال إلى الآن كما أن الأمور تسير نحو التصعيد بين هذه الأحزاب وليس نحو التخفيف من التصعيد فالخلاف ما زال قائماً بين الحزبين الرئيسيين وبين الأحزاب الأخرى التي تتخل من السليمانية بدرجة رئيسة مقراً لها فالمتابع يرى أن الأحزاب التلك في السليمانية تميل إلى بغداد وإلى استخدام بغداد إلى السليمانية وإلى صرف رواتب الأقليم من قبل بغداد بشكل مباشر إضافة إلى اتهامات أخرى بين الأطراف الكردية لذلك لا أتوقع أن يكون العام الحالي عام خير وتفاؤل بالنسبة للكرد كما لا ننسى أن الانتقابات التشجيعية على الأبواب فكما هو مقرر انتقابات هذه تجرى في شهر نيسان المقبل والخلافات ما زالت شديدة وقائمة بين الأطراف الكردية لذلك أتوقع حصول مصادمات بين الأطراف الكردية أثناء الانتقابات أو قبلها أو حتى من بعدها أعتقد أنه في 2018 سيتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في أقليم كردسان بسبب أنه هناك مشاريع تمت اتفاق عليها في 2017 سيما نحن نتحدث عن الاتفاق الذي أنجز بين حكومة أقليم كردسان والشركة روس نفط الروسية في مجال تصدير الغاز الطبيعي لأقليم كردسان هذا المشروع من المفترض أن ينفذ في 2018 وبالتالي إذا نفذ هذا المشروع وتم إنجازه سيكون نقطة تحول على الاقتصاد الكردستاني لأنه سيضاف إلى تصدير النفط مصدر آخر وهو مصدر تصدير الغاز الطبيعي وبالتالي سيتحسن المستوى المعيشي لمواطنين أقليم كردسان هذا من جانب الاقتصاد أما من جانب السياسي أعتقد أنه المتغير الانتخابات في أقليم كردسان سيغير كثير من الحالة السياسية الراكدة في أقليم كردسان وبالتالي الأحزاب السياسية في أقليم كردسان ستخوض منافسة شديدة فيما بينها لدخول في انتخابات والحكومة القادمة بعد الانتخابات ستنهي حالة الصراع السياسي الموجودة في إقليم كردستان لذلك أعتقد أنني متفائل سيتحسن الأمور السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان تراكمت خلال السنوات الماضية العديد من المشاكل الاقتصادية في إقليم كردستان ستظهر تأثيراتها بقوة خلال عام 2018 إذا لم يتم معالجتها سريعا لم تجد حكومة وقليم كردستان حلولا للمشاكل الاقتصادية التي تراكمت منذ عام 2014 بل اكتفت في الغالب بنقلها من سنة إلى أخرى واستمرت حتى اللحظة وربما لا يحتمل عام 2018 موروثات أربع سنوات ماضية وخاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي للمواطنين والركود في حالة السوق وتوقف المشاريع التنموية ووفقا لتصريحات اللجنة المالية في برلمان أقليم كردستان أن الديون المترتبة على الأقليم تجاوزت 22 مليار دولار بزيادة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا منها مستحقات المواطنين المالية لدى الحكومة وقروض الشركات النفطية والمصارف الدولية والمحلية والبطالة التي تجاوزت نسبتها 40% كما بدأنا الحلقة بالمواطن الكردستاني سنختمها أيضا معهم لنرى ما رأيهم بكل هذه التحليلات والتوقعات لعام 2018 أم أنهم مع ترك الأمور للقدر المحتوم على الجميع المحلل بصورة عامة ينطي رأيه الشخصي هو وبالإضافة إلى مصلحته وين تصب مصلحته مع فلان يطي رأيه الفلان مصلحته ضد فلان ينطي رأيه ضد فلان يعني نشرات مصالحة موش على التحليل مية بالمية مو على الواقع والله ما أعتقد هاي كم من يحشي من عنده بعد ومثي ما يقولون كل دوافع سياسية كم من يحشي عن كتلته وعن حزبه وعن جهته والشكل عواني للتلزون ده السن أمن يسبقها بيني يعني دلاني تصالك دوزار وهج دب معاشي دابيتو مشكلة دابيتو أنا أمو رازلين وقصانة لأ هو التحليلات المتضاربة مع بعض هو لهذا مواقعية يعني إلا يطلع واحد صح واحد لا فمدام متضاربة يعني مواقعية كل من يبكي على ليلة هو أكيد إذا بعض المحللين السياسيين يطلعون مقبل جهات سياسية المصالح خاصة يعني التلفزيون ينقل والمحلين يحللون نحن نريد عمل نريد شي ملموس على الأرض ما نريد بس نقضيها سوالف والله يهدينا إن شاء الله ويهدي الجميع لا والله بعد ما قتنع بس برب العالمي لأن ماكو حسن من رب العالمي رب العالمين أش كاتب رح يصير هزيد من هذا الشي شفناني من الموصل والعراق كله ما حد احتضى نحن المهجرين من الموصل مثل كردستان وعربيل وجماعة الكرات خواننا ماكو حسن منهم وماكو طيب منهم وهم أهل القلب الشبير وختاما مشاهدين نتمنى أن تكون هذه السنة أفضل من سابقاتها وإلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل وبنفس الموعد تقبلوا تحياتي أنا أشواء حبيب وتحيات كادر العمل ودومتم في أمان الله اشتركوا في القناة